بسم الله الرحمن الرحيم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما روحي وأرواح العالمين لك الفدة غريب يا مظلوم كربلة فما أدري أعزي أم أهني فما أدري أعزي أم أهني علي المرتضى بابن الشهيد فطورا يا علي أهني فيه علي الأكبر شبيه رسول الله فطورا يا علي أهني فيه وأنظم مدحه نظم العقود علي يا علي أبا الحسن علي بالطفوف أقام حرب وينك حربك يا علي معن اليهودي وصير كربلة بدرا وأحد وصير كربلة بدرا وأحد ونادى يا حروب الجد عودي عودي وقاتل بكرهم كقتال عمر وجد له فوق الصعيد وطورا يا علي أعز فيه وتبكي العين للعقد الفريدي ولم أنسى الحسين غدا تنادى علينا يا ليالي الوصل رجوتك يا علي وتعيش بعدي يا ليالي توسد جثتي رمسي يا ليالي يؤدي وتمشي يا باكي من خلف نعشي كما يبكي الولي على الفقه وزينب قابلت ليلة ونادأت أعيد النوح يا ليلة على حلو الشباب وبدرة من شبيه محمد خيري شبيه شبيه تلوج الروح ما أدري لسان حالي الحسين على ولدي تلوج الروح ما أدري شبيه شبيه وانا نار الغضج روحي شبيه شبيه يقلها راح الجال الهادي شبيه راح وأظلم الدنيا علي راح وأظلم الدنيا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون قال تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك لمن الشاهدين أفلح من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد لحظوا أن الآيات السابقة لهذه الآية في سورة مريم تحدثت عن جمع عظماء من أنبياء الله ومن أولي العزم وأقوامهم ثم قال المولى عز وجل فخلف من بعد قوم أولئك الأنبياء الذين عاشوا معهم وعاصروهم أناس أول صفاتهم ماذا؟ أضاع الصلاة ثم قال واتبعوا الشهوات فقوله تعالى أضاع الصلاة يحمل على عدة معان من هذه المعان أنهم كانوا يصلون ولم يكونوا قد تركوا هذه الصلاة من أصلها ولكن أضاعوا معانيها المعاني الشريفة المترتبة على الصلاة التي من معانيها قول المولى عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لعلهم يصلون ولكن هذه الصلاة لا تنهاهم عن فحشاء ولا تنهاهم عن منكر فعدهم القرآن الكريم ممن ضيعوا هذه الفريضة المقدسة هذا معنى من المعاني لطالما أكد عليه القرآن الكريم وأكد عليه النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين ففي الحديث الشريف قال من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فليمسح بها سبلته يعني هذه الصلاة التي يتهيئ لها الإنسان نعم ويتوضع ويجب أن يأتي بجميع لوازمها من حيث عدم غصبية الماء من حيث عدم غصبية الملابس من حيث عدم غصبية الأرض التي يصلي عليها كل هذه المستلزمات أداها ولكن إذا صلى وخلص من الصلاة رجع إلى عامة أمره من الفحشاء والمنكر يقول هذه الصلاة ما ينتفع بها نعم مثل هذه الصلاة شنو عنوانها هذا اللي يسموه أسقاط الواجب يعني إذا تطهر وصلى يسئلوا يوم القيامة ما يقولوا لليش ما صليت ولكن هذه الصلاة ارتفع بهذا نفعت هذه الصلاة لم تنفع والحال أن هذه الصلاة يجب أن ينتفع بها وهذا أمر تكويني من الله عز وجل أن الصلاة التي يلتفت إليها صاحبها بمقدار التفاتته ينتفع بها وبمقدار عدم التفاته لصلاته فإنه يبيعها ولا يستفيد منها شيء هو هذا المعنى الذي يقول عنه الإمام الصادق سلام الله عليه الصلاة قربان كل تقي الصلاة ما؟ 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 ما يتقربون إلى الله بشتى الأعمال الصالحة ولكن قربان عند الله عز وجل يتقرب إليه بمثل الصلاة ما موجود صحنا ما نتحدث الآن أنه الإنسان يؤديها أو يتركها ليس الحديث أنه يؤديها الحديث أنه يؤدي الصلاة هو جاي يصلي بس هل صلاته فعلا قربان؟ لما يقول قربان القربان تحمل على معنيين أما قربان للأجر والثواب وأما بعض العرفاء يحمل هذا القربان على التقرب إلى الله ولعل الثاني أصح لما يقول قربان كل تقي يعني هذه الصلاة ينتفع بها تقربه إلى الله عز وجل إذا واحد يقول آني هذه الصلاة أصليها بس ما عندي هذا الشعور هذا الشعور ما عندي أنه هذه الصلاة أنا طلعت من عدها منتفع يقول له لراجع أعمالك هذا كلام العرفاء مو إلي هذا الكلام أبدا يقول صلاة صليتها ولكن ما انتفعت بها ما أحس أن هذه الصلاة نفعتني تدري شي يقول له له؟ يقول له أعمالك سيئة ولو كانت الأعمال صالحة إذن التفت المصلي إلى صلاته ليش؟ لأن الصلاة إنما تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا إنسان مقيم على ما هو عليه وصار وقت الصلاة كالعادة يصلي ثم إذا قفت الصلاة عاد إلى ما كان عليه طبعا هذا أكيد ما يلتفت إلى صلاته وصلاته ليس بها قربان أكو معنى يوبح الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه بعد ما أعتقد تجد معنى أقرب من هذا المعنى إلى الصلاة ولا أوضح من هذا المعنى يقول بأبي هو وأمي إن هذه الصلاة إن هذه الصلاة حجزة حجزة الله في الأرض فمن حجزته صلاته عن الفحشاء والمنكر فقد انتفع بها ومن لم تحجزه صلاته عن الفحشاء والمنكر ما انتفع بها بشيء يعني شنو جاي يحجي الإمام يقول المفروم أنه المصلي هاي الصلاة تفيده لازم تفيده مو زين يعني تحجزه ولكن شنو قصد الإمام ما ممكن يقصد الإمام أن الإنسان توفى وصلى وثم انفتل من صلاة لا يمكن أن يقصد هذا المعنى أبدا لأن بهذا المعنى كثير من الناس يقصد لعل بهذا المعنى الذين قتلوا الحسين الذين قتلوا الحسين مو صلوا يوم كربلا صلوا له مو عندنا رواية قال الحسين يا ابن سعد تصلي بأصحابك أم تصلي بصلاتنا قال صلي بصلاتك انت صلي بأصحابك وانا صلي بأصحابنا مو أو الخطاب الذي يوجهه الحسين عليه السلام الله إلى الحر الرياحي قال يا حر تصلي بأصحابك أم تصلي معنا قال صلاة فيها الحسين بن فاطمة الزهراء بنت رسول الله لا خير في صلاة غيرها وصلى مع الحسين هو هذا الذي حجزته صلاته على أن يعرف الحق والحقيقة لا يبعد بعض العلماء يقول لعل الحر وفق لمعرفة أو لاحترامه وتقديسه لمولاتنا الزهراء عليه السلام لذرية رسول الله فهذه أعماله جرته إلى أن يصلي خلف الحسين وهذه الصلاة جرته إلى الشهادة وأن ينصل له فريح قبالة فريح أبي عبد الله وأن يكون هذا الشهيد الكبير ما ممكن الصدفة تخلق واحد مثل الحر ولكن الأعمال الصالحة هي تجر صاحبها إلى الخير والأعمال السيئة هي التي تجر صاحبها إلى ماذا؟ إلى سوء العاقبة إذن هذه الصلاة بهذا المعنى الميكانيكي يعني القيام قعود كذا واللي هو عد عامة المسلمين وللأسف عد عامة المسلمين ونأسف أن نقول عد عامتهم هذا المعنى موجود ولهذا لا ينتفعون بصلاة لما يقول سيد الشهداء عليه السلام الله الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم يعني الدين الشكلي اللي يتحدث عن الحسين هذا موجود عد أكثر الناس دين الشكليات فإذا محصوا بالبلاء يحوطونه ما درت معايشهم ما طول عيشت بخير هو زينوية الدين فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانون بس يمحص بالبلاء يبينون أهل الدين وأهل المعرفة وأهل الصلاة الحقيقيين فهنا الإمام يقول هذه الصلاة حجزة الله في الأرض فمن حجزته صلاته عن الفحشاء والمنكر فإنه ينتفع بها ومن لم تحجزه فإنه لا ينتفع بها أنا ضرب مثال حقيقة تقريبي من واقعنا الحياة اللي نعيشه قديما ولا زال الناس يتعربون إلى سوء العاقبة كبعض الناس نتعجب يقول ها فلان من الناس مثلا هذا رأسا انقلب على عقبه مو وضيع دنياه وضيع دينه وضيع آخرته ثق لا يمكن أن ينقلب الإنسان في يوم وليلة لا يمكن حاشا لله أن يعمي على عباده ولكن سوء العاقبة له مقدمات عد العرفاء من هذه المقدمات التي تأتي بسوء العاقبة وسوء المنقلب وتؤدي إلى الإنسان قد تؤدي به إلى الخلود في النار الخلود في النار نعم قالوا تضيع الصلاة مو ولعله المعنى الأول الخاص الذي تحدث عنه تضيع معاني الصلاة الحقيقية لعله تؤدي بالإنسان إلى ماذا إلى أن يستخف بالدين لأن النبي صلى الله عليه وآله جمع كل معاني الدين في هذه الصلاة قال الصلاة عمود الدين فمن أقامها أقام الدين لاحظ كلمة أقامها ما قال النبي من أداها وظاهرا كما هو ثابت عند العلماء إقامتها ليست كتأديتها ليس الإقامة التأدية لأن عندنا أداء للصلاة وعندنا إقامة للصلاة معنى الإقامة تشييد الصلاة بأركانها بحقيقتها أن يستفيد الإنسان بهذه الصلاة ولو أن هذه الأمة الإسلامية التي واكبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتفعت فعلا بصلاتها إذن حفظت رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل بيته شنو اللي أدى في هذه الأمة إلى أن تهدر ذرية رسول الله وتهتكهم وأولهم مولاتنا وهذه أيامها الصديقة فاطمة يعتصور أنه الناس الصحابة هل يعقل كانوا على خير وكانوا على سداد وكانوا روحانيين وكانوا منقطعين إلى الله وكانوا ينتفعون بصلاتهم ثم مات رسول الله وهجموا على بيت فاطمة ما ممكن أبدا ما ممكن هذا المعنى يتحقق هناك ماذا هناك تفريط في أمر العبادات وتحدث القرآن الكريم عن هذه التفريطات وقال أنها تؤدي بكم إلى سوء العاقبة وحدثت سوء العاقبة فعلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان وبعض ما كسبوا هس القرآن هنا يتحدث عن جزئية مو ما يتحدث عن كلية عن جزئية أن قوما جبنوا وانهزموا بين يدي رسول الله في معركة أحد وهذه ظاهرة نعم المؤرخون عليها القرآن عليها السنة الشريفة شيء لا ينكر أنهم انهزموا بين يدي رسول الله القرآن شي يقول يقول تصور أنهم انهزموا الآن يعني رأوا السيوف وانهزموا لا كما كانت الواقعة الشديدة عليهم كانت على أمير المؤمنين عليه السلام والله الشديدة ولكن من هزم عليهم ليش مقدمات الهزيمة ما موجودة عنده مقدمات الهزيمة ما موجودة عنده من هزم عمار بن ياسر كما هو ثابت ليش مقدمات الهزيمة في نفسه ما موجودة إنما استزلهم والشيطان بيش ببعض ما كسبوا واحد من العلماء يدقق في هذا المعنى معنى جميل حقيقة يقول شنو معنى استزلهم والشيطان يعني في هذه اللحظة ها لما طبق جيش المشركين على جيش رسول الله وصارت الواقعة الشديدة هنا كان دور الشيطان اشتغل الشيطان اش قالهم قالهم يعني انتم ما الجهاد انت فلان كنت تعبد الأوثان انت فلان كنت تأد البنات حتى عدل القوم 14 بنت ها وادها في الحياة مو انت فلان كنت تصنع كذا انت فلان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وليس بكل ما كسبوا اذا لو استزلهم الشيطان بكل ما كسبوا اذا ما رجعوا الى رسول الله قط ولا عادوا الى الاسلام قط وان كان الاسلام عند اكثرهم ظاهريا فلاحظ يعني قول العلماء دقيق اضاعة الصلاة تؤدي الى ماذا الى سؤال العاقبة وولئك الصحابة انفسهم مو الذين انقلبوا على آل بيت رسول الله مو واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما مو قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين تحدثنا عنها ايام صفر بالتفصيل انه اقل الاقوال اقل الاقوال كان قائما يخطب اقل الاقوال يعني قطعوا الخطب ولكن اقوى الاقوال انه قائم للصلاة كان يصلي وقطعوا عليه الصلاة قطعوا صلاتهم وراحوا مو انسان يضيع صلاة واي صلاة خلف رسول الله وفي مسجد رسول الله والوحي يتنزل بين الحين والآخر الوحي يغشى رسول الله وكلهم يشوفون حالات رسول الله يغشاه الوحي فقطعوا صلاتهم خلف رجاء ماذا تجارة من الشام قماش يبلى ثم يذهب هذه المقدمات وين أدت بهم أدت بهم إلى أن يقترفوا جريمة عظيمة بحق الإنسانية بحق الإسلام بحق القرآن بحق الأنبياء بحق رسول الله وهي هجومهم على بيت فاطمة عليها سلام الله لأنه كبعض الناس من إخواننا أهل السنة وحتى من بعض الشيعة المغفلين حقيقة اللي ما يقاري ما يدري يقول ما يعقل ما يعقل يا جماعة بالأمس كان يصلون خلف رسول الله اليوم يهجمون على بيت فاطمة ما تعقل هاي القفية شلون صارت هاي يقول له عمي هذه إلها مقدمات إلها مقدمات جرت إلى ماذا جرت إلى سوء العقل الحديث طويل ولكن أقول بما أنه تحدثنا عن مرض أصاب الأمم الماضية وهذا المرض موجود في هذه الأمة وموجود إلى الآن إلى الآن هذا المرض موجود مجتمعاتنا بها صلاة وبها صيام وبها فحشاء وبها منكر ولعل بعض الفحشاء والمنكر كثير من المنكرات تأتي من بعض المتدينين الناس من جهلهم شيء يصورون يقيسون الدين على المتدينين أو يقيس الإسلام على المسلمين مغلط هذا شنو علاقة الدين بالمتدينين من الذي يشرف ومن الدين يشرف المتدين الإسلام يشرف المسلم أم العكس هل أن المتدين يشرف الدين لا هل أن المسلم يشرف الإسلام لا الإسلام والدين منهج عام منهج الأنبياء والمرسلين ولكن التقصير من المتدين وليس من الدين. التقصير من المسلم وليس من الإسلام. الإسلام لا يمثله تمثيل كامل إلا النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه المجمعين فقط وفقط. صلوا على محمد الله. أنا تحدثت قبل قليل في المجلس عند الأخوة. حقيقة ولأن قلوبنا يعني معبئة بالألم والحسر على ما يجري على أرض العراق. هذا البلد المسلم. هذا البلد خصوصا كربلاء. تحديدا كربلاء والنجف والكاظمية. هذه المدن المعظمة. هذه كربلاء التي في كل عام في كل لحظة في كل ساعة ناهيك عما يجري في أيام عاشراء وصفر. كربلاء قبلة المسلمين. كربلاء التي اغتغنى بها الشعراء. كربلاء ألم أهل البيت ومصيبة أهل البيت. كربلاء يقصدها ستعاش مليون في زيارة الأربعين شارع ما بها. شارع شارع طريق. طريق مو للسيارات. روح الآن وشوف هسا كربلاء. مو للسيارات. طريق على الرجلين تمشي ماكو. ما موجود. زي. وهي كربلاء. كربلاء الحسين. كربلاء أهل البيت. كربلاء التوحية. الشهادة. الإيثار. العليم. المعرفة. قل عن كربلاء ما شئتها أن تقول. فإنك لا تحصر معاني كربلاء. زين هسا اللي بالحكم. يصلون لو ما يصلون. سألك بالله. ممكن لهم يصلون. صلون له لا. يصومون لو ما يصومون. الشيعة لو مو شيعة. يزورون الحسين لما يزورون الحسين. يقيمون العزاء لو ما يقيمون العزاء بعضهم. ليش هذا الواقع؟ ليش هذا الواقع المتردي؟ ليش الناس خصوصا في كربلاء المقدسة. لا كهرباء. لا خدمات. كل شي معدوم. كل معنى للحياة. ما أنا الآن جاي من كربلاء. زين؟ كل معنى معنى للحياة الذي يعيش به. أفقر الناس من جيراننا غير موجود. لا في الكابمية. هذه المدينة الكابمية. مدينة موسى بن جعفر عليه السلام الله. مدينة محمد الجواد. مدينة حجج الله في الأراضين. كل شي ما بها الكابم. مدينة هاوية. قديمة. آلة للسقوط بأجمعها. وكذلك النجف. اللي انتخبت أن تكون عاصمة للثقافة الإسلامية. وشينو هذا؟ يعني هو العنوان كبير. هذا العنوان كبير على النجف. أن تكون عاصمة الثقافة الإسلامية. وكيف لا تكون كذلك. نجف. نجف أمير المؤمنين. سلام الله عليه. نجف كوفة أهل البيت. النجف التي عاش بها الطوسي. ها ومات بها الطوسي رفوان الله تعالى عليه. هذا الذي حار العلماء في وصفه. قال عنه الذهبي في أعلام النبلاء. الذهبي مخالف. ومن المتشددين. بس ما يقدر. لأنه معاصرة. أوقات متقاربة. ما يقدر ينكر الحقيقة. ها؟ ايش قال؟ قال انتهى إليه علم العقليات والنقليات. العقليات. العقلي والنقلي انتهى إليه. قال وما دخل في علم إلا وكان فيه رأسا. يعني بالرياضيات دخل الطوسي صار رأس على الناس. عالم. بالفلك كما هو معروف صار رأس على الناس. بالفقه رأس عليهم. رئيس يعني. بالحديث رأس. عليهم. بالتفسير رأس عليهم. ما دخل علم الشيخ الطوسي إلا وكان أعلم أهل الأرض به. على الأطلاق. مدفون في هذه المدينة المقدسة. فإذا هذه المدينة شارع ما بها. ها؟ تأمن. تتمنى الأمن والسلام. زين القائمين عليه صلوا لهم ونسلوا. صلوا لهم ونسلوا. يسألهم الله لو ما يسألهم. على كلها. هس هذا المرض الموجود مرض لأممها. ولكن الأئمة عليهم سلام الله. مثل ما القرآن والحديث ذكر هذا المرض. ما ذكر العلاج. مو؟ العلاج موجود. شنو هو العلاج؟ العلاج إقامة الصلاة الحقيقية. الالتفات إلى معنى الصلاة. أنا في هذه الليلة تحديدا حقيقة. وفي عجالة. أتحدث. أترك الفريمة الآن. ولكن أتحدث عن شيء تحدث عنه الأئمة. هذا شيء مجهول في حياتنا. رغم تأكيد القرآن الكريم. إن نافلة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة. ها؟ شقد يأكد القرآن. ها؟ على صلاة الليل. قيام الليل. شقد أكدوا الأئمة بالأقوال والأفعال. حتى أننا نروي في مروياتنا الشريفة عن أئمة أهل البيت أنهم لا ينامون الليل. وسيرة الصالحين من علمائنا وإقامتهم لصلاة الليل. شنو هذا التأكيد على صلاة الليل؟ من باب القرآن يأكد عليه. من باب أقوال الأئمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الليل شرف المؤمن. شرف شرف يعني إنسان يتشرف بشيء مو؟ لما يتشرف بشيء يكون هذا شيء عينه منظور مشهود يقول النبي إذا إلك شرف أيها المؤمن شرفك مو عشيرتك ولا سلاحك ولا حزبك كما هو الآن في الدنيا ولا توجهك السياسي هذا شرفك شرفك صلاة الليل. قال الإمام لعله عن الإمام السجاد عليه السلام الله قال صلاة الليل نور المؤمن في قبره. قال القبر المظلم يقول مصباح وعليه روايات كثيرة. سئل الإمام السجاد عليه السلام الله ما بال المتهجدين بالليل وجوههم نيرا. قال خلوا بربهم فكساهم من نوره. يعني هذه صلاة الليل وحده من خصائصها أنه يكاد أن ينعدم الرياء بها. ما بها رياء. هو هناك رياء. هناك كلها نايمة. ما حد يدري به. إلا ذا هو ثاني يوم يبقى يسولي مثلا. يبقى يحتي يقول صليت وسويت. هذا أمر آخر بعض. يعدخل في عنوان آخر. في عنوان الرياء لعله. لعله. ولكن إذا إنسان يصلي صلاة الليل وما حد يدري به. تدري شنو العظمة؟ العظمة أنه يخلو بالله. يخلو بالذي تنام عيون الخلق والآله. قال خلوا بربهم. مو شافهم الله مقتلين بي. فكساهم من نوره. ألقى عليهم من نور الله. ما هو نور الله؟ الله نور السماوات والأرض. مش قد أكون تأكيد عليها. بس هاي المسألة مغفول عنها. صار له مو صح. في حياتنا يعني. مغفول عن صلاة الليل. واهتمام الفقهاء بهذه الصلاة. اهتمام عظيم. بحيث قالوا مثلا. أن أشرف أوقاتها هو قبل صلاة الصبح. بحيث يكون وقتها ماذا؟ ملتصقا بصلاة الصبح. هذا أشرف أوقات صلاة الليل. وبالأسحار هم يستغفرون. حمل بعض العلماء كما في رواية الأئمة. قال استغفارهم بصلاة الليل. وبالأسحار الأسحار شنو؟ السحر هو الوقت اللي قبل ماذا؟ قبل صلاة الصبح. وحمل بعض العلماء وقت السحر على وقت صلاة الليل. يعني السحر هنا ماذا؟ كناية عن ماذا؟ عن وقت صلاة الليل. يقولون يوم من الأيام كان المقدس الأردبيلي من علمائنا الأعلام النجف الأشرف. كان يحكم يقولون. يعني كان يقضي بين الناس. يوم من الأيام جابوا له واحد قالوا له لهذا لص. قالهم شون عرفته؟ قالوا له الزمناء متلبس. ماذا وقت؟ قالوا له وقت السحر. قالهم ما ممكن. ما بريء طاهر هذا الإنسان. ها اشقد منقطع إلى الله. قال ما ممكن. قالوا لي اش؟ قال هذا وقت صلاة الليل. وقت صلاة الليل هذا يفيع يروح يسرق؟ ما معقول هذا. ها؟ ها ينقلوها عن ماذا؟ عن طهارة نفسه. وعفته. ولعله متقصد. ملتفت. مو ما ملتفت. ولكن يريد ينتدرس. خافوا يقول. يقول هذا هو طاهر ولكن مغفل. لا مو مغفل. لعله فعلا وهو كذلك ملتفت. ولكن ينتدرس إلى هذا الإنسان. وإلى الناس يقولهم هذا الوقت. هذا وقت صلاة الليل. ها؟ وقت منظور عند الله. هذا خالص يروح يسرق؟ معصية الله؟ ما ممكن. لأن هذا الوقت مو لهذا العمل. إذا قد وقت مقدس هذا الوقت. كما في الأحاديث الشريفة عن الأئمة. أن الفرائض درع الواجب. يعني يخوش يطان ما يهجم على صلاة الفريضة. إذا أنت صلي صلاة الليل. معقول يقول لك لا تصلي صلاة الصبح. هذا ما ممكن. ولا يمكن أن تكون. بس يمتى يقول لك لا تصلي صلاة الصبح. ظل نايم. إذا أنت ما قاعد صلاة الليل. ما تصلي صلاة الليل. فطبيعي يهجم على صلاة الصبح. ليش؟ لأن دفاعات ما كوا. حسنا بالنظام العسكري. قل ما يسقط قلب الجيش حتى تسقط الدفاعات الأولية. وتسقط الدفاعات يروح الجيش. ولكن إذا موجودة دفاعات قوية قلب الجيش في مأمن. عزيز. فصلاتنا في خير إن كنا نقيم صلاة الليل. إذا واحد يصلي نافلة الصبح. وهي قبل صلاة صبح ركعتين. وبعد ما معقول يقول لا تصلي صلاة الصبح. أصلا يذهل الشيطان عنه. يغفل الشيطان. ييأس الشيطان. من مثل هذا الإنسان. ولهذا شوف مثل تأكيد النبي صلى الله عليه وآله. يقول صلاة الليل ولو بركعة. لا تركوها يعني. صلاة الليل ولو بركعة. شنو يقصد الركعة؟ الركعة صلاة الوتر. يقول لا يخلوها لا تقطعوها هاي. ليش؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام الله صلاتكم. بالليل تغفروا ذنوبكم بالنهار. وسئل سلمان. سلمان المحمدي ربوان الله تعالى عليه. قالوا ليا سلمان. إنا لا نقدر أن نصلي صلاة الليل. قال فلا تذنبوا بالنهار. ما يخالف. لا تصلي صلاة الليل. ما عندك مشكلة. بس بالنهار هم لا تسوي ذنوب. جاءت تذنب بالنهار. صلوا على محمد. قال لها تذنب بالنهار ما أخذ راحتك بالنهار. رعيونك ما أخذ راحتها. ذانك ما أخذ لسانك ما أخذ راحتها. أيدك ما أخذ راحتها. رجلك ما أخذ راحتها. ما أخذ راحتك في كل شيء. مو؟ وقوي على المعصية. نشيط على المعصية. ولكن ما عنده نشاط صلي له وله ركعة واحدة. قبل صلاة الصباح ما تأخذ منه خمس دقائق. زين؟ وسئل أمير المؤمنين عليه السلام الله سأله أحدهم. قال إني لا أقدر أن أصلي صلاة الليل. قال لديك ذنب يحجبك. قال له مو معتباطية يعني أنت تقول لي أنا ما أقدر أصلي. ليش غيرك يصلي؟ ليش غيرك يقوم يصلي؟ ها؟ قال لديك ذنب يحجبك. هنا قرأت حقيقة لأحد العرفاء تفسير جميل لهذا القول الشريف للإمام أمير المؤمنين. يقول لديك ذنب قوي يرديك هو الذي يحجبك ولعل من شأن هذا الذنب أن يلقيك في جهنم. يعني ذنب كل شيء قوي عندك. بحيث ما يخليك تقعد لهالخمس دقائق هاي. مو؟ يعني ما يقصد ذنب اللمم وصغائرها وغيرها. ولهذا أكد الإمام على هذا. هناك كلمة أخيرة وأسألك الدعاء. ليش ما نجرب؟ أنا ما يزعم أنه الآخرين أحسن مني. مو أنا أقيمها والآخرين. لا مو هذا قصد يعلم الله. ولكن وظيفة هذا المنبر الشريف. ليش ما واحد يجربها خصوصا قبل صلاة الصباحة؟ منها يقعد الصلاة الصباحة. ها؟ ويصلي هذه الصلاة اللي هي كما معروف ثمان ركعات. يعني ركعتين بركعتين بركعتين بركعتين. ثم صلاة الشفع التي ليس بها دعاء كما هو معروف. وإذا قرأ الدعاء إنما على نحو الرجاء المطلق. ثم صلاة الوتر. أما يصلي الشفع الوتر أو يصلي هكذا. كل واحد حسب توفقاته. وخلي جرب نهار ذلك اليوم. قال يصلي. وخلي جرب نهار ذلك اليوم. تقبلنا. قال يجرب البركة. ويجرب كيف أن النفس تتنظف من قاذورات الدنيا. صير عنده توجه. أبواب من التوفيق تفتح له. الإمام جعفر الصادق عليه السلام الله. يتحدث عن حقيقة عظيمة. يقول إن الرزق. أترى ما نلتفت لأقوال الأئمة. ولسلوك حياتي هو. قال إن الرزق لينزل من السماء فيحجبه الدم. يعني وإن الرزق مقرر ونازل. بس إنسان سوى معصية. الله قال حجبه. ما يستاهل. هاي وحدة. أو لعله تنبيه له. يقول لهذا الرزق إجاك. مو؟ ولكن حجب عنك حتى تتذكر الله عز وجل. أو لعلها عقوبة. خلي الإنسان يجرب قبل صلاة الصبح. ويشوف أثر صلاة الصبح. عليه نفس الصلاة الصبح. شوف التوجه. في صلاة الصبح اشتراك. خلي شوف نهار ذلك اليوم. خلي يستمر على هذه الوتيرة. يصير عنده رغبة في الصلاة. لأن هذا أمر يحبه الله عز وجل. هو مرتفع على أهل البيت. إلا بأمثال هذه الأمور. الحسين عليه السلام الله سيد الشهداء. الحسين قدوة العالمين. الحسين الذي لما أتى جيش عمر بن سعد لقتاله في ليلة العاشر. قال لأخيه العباس قل لهم أن يمهلون سواد هذا الليل. فإني أحب أن أصلي ويعلم الله أني أحب الصلاة. يعني هو الحسين آسف على الدنيا. الحسين آسف على يوم يعيش فيه في الدنيا. ولكن من حبه للصلاة. نعم. هذا أمر احنا ما نقدر نشعر له. هذا أمر احنا نقوله. والحديث عن نفسي المسيئة أولا. فعلا. نقول هذا الكلام. بس ما نقدر نشعر به له. هذا يريد له. يريد له منازل ومنازل في العرفان وفي الصلاة وفي التقى. حتى يفهم معنى قول الحسين يعلم الله أني أحب الصلاة. يقول الله يدري أني أحب هذه الصلاة. فارتفع أهل البيت عليهم سلام الله بهذه المنازل. لما يوصف علي الأكبر عليه سلام الله قال شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. يعني ما أدري أنا بعض. لعله ما عندنا روايات عن كيفية عبادة علي الأكبر. مو؟ ولكن نجزم حتى لو ما عندنا روايات تفصيلية أن الحسين لما وصفه بهذا الوصف هو فعلا من أصلح الناس. وفعلا من أعبد الناس. وفعلا من أتقى الناس والمنقطعين إلى الله لأن الحسين لا يحابي. والحسين لا يجامل. والحسين لا يعطي أحدا إلا حقه. ولا يبخس أحدا حقه. لما وصف عليا الأكبر قال شبيه جدي رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. يقال أن يهودي أسلم على أيام أبي عبد الله الحسين. فقال إني أشتاق إلى رؤيا النبي. فقيل له دونك الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله. ذهب هذا اليهودي إلى سيد الشهداء. وأعلن إسلامه عند أبي عبد الله عليه السلام الله. ثم قال سيدي إني أشتاق النظر. هذا مو توفق. مو صار عنده توفيق. مو. اشتغل قلبه بحب رسول الله. ولهذا كل واحد ترهان. كل إنسان من عندنا يشعر بحب رسول الله. وحب آل بيته الطيبين الطاهرين يشعر يجب أن يشعر أن لديه توفيق من الله. أنه بخير حتى لو مقصره عبادته حتى لو مقصره بصلاته. لازم يستغل هذا التوفيق. فهذا الرجل شعر بحب رسول الله. إذا شعر بالإيمان في قلبه. فأخذه الحسين إلى مهد صغير. كشف الغطاء فإذا به غلام طفل صغير. قال انظر إلى هذا الغلام فإنه يشبه جدي رسول الله. فنظر إليه قال له الحسين كيف بك إذا عندك غلام مثل هذا الغلام. يريد سوى مأت من الحسين على علي الأكبر. قال كيف بك إذا كان عندك غلام كهذا الغلام. قال سيدي والله أمنع عنه حتى نسيم الهوى. يعني أخاف علي حتى من الهوى من النسيم البارد. فقال الحسين وبكى. فكيف بي إذا رأيته مقطعا بالسيوف اربا اربا. قال اوى يكون ذلك يا ابن رسول الله. قال اي والله انه لكاء بذلك حدثني ابي عن جدي رسول الله. لما برز علي الأكبر بعد ما اذكر. ولكن خلك امامه مصيبة اللي عنده حاجة لانه واحد واحد من المؤمنين يقول رأيت الحسين في عالم الرؤيا. وجراحه تشخب دماء. قلت له سيدي من اين هذه الجراح? قال سيوف اهل الكوفة. يقول بعد ايام شفت الحسين ما بي جراح. قلت له سيدي اين هذه الجراح التي كانت عليك. قال جز الله شيعتنا خيرا. لقد شفوا جراحنا ببكائهم علينا. ولكن بقى جرحان في قلبي لا يندملان الى يوم القيام. قلت له سيدي وما هذان الجرحان? قال جرح اخي يا ابن فضل العباس لما هوى على شاط العلقم. قلت له سيدي والجرح الثاني. قال جرح ولدي علينا الاكبر. لما نادى الاكبر ابا يا حسين عليك من السلام. اهرع الي الحسين وقف عند راسه. شاف علينا الاكبر مر ينظر الى يمينه يتبسم. ينظر الى شماله يبكي. قال ابني علي اراك بين التبسم والبكى. قال ابا يا حسين اما تبسمي لجدي رسول الله. فقد سقاني بكاسي لوفا. اما بكائي لجدتي فاطمة. فانها عند راسي تنظر اليك. وتنادي وولداه وحسينة. على ندى فاطمة. ايوا سيداة. وحسينة. وغريبة. ويا يا عيلي يا يجعب ومد دماب يا نخوت قعد عدهم يا ويل وهم موت بس ما سمعا النسوان صوت جايت عمت تصيح الله أكبر أتت إليه العقيلة نادت أخي حسين النساء يريدن أن يبكين على علي ويستحين منك أجابها قال أخي وأنا أريد أن أبكي على ولدي ويليد قل علي ابني عادن أو بذليت ذليت عمود الوسط يا الشاي للبيت أنا بيش جيت وبيش رديت عساني له الدار لا جيت ولا بي أيهن بن علي بيت يا كوكبين ما كان وأقصر عمره وكذا كعوى عمرك واكبين الأسحار جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواري يا الله اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك ونستشفع لديك بريحانة رسول الله أبي عبد الله اللهم بشبيه رسول الله مولانا علي الأكبر يا الله يا الله يا الله اللهم ارحمنا برحمتك اللهم اقبلنا بلطفك اللهم اقبل حوائجنا وحوائج المحتاجين اللهم يسر أمورنا للدنيا والدين أخواني دعاء شفاء مريض لا سيما قيل أنه سيد القزويني في حالة من المرض صلى له الشفاء كذلك أخونا الحاج أبو علي البصري يسألكم الدعاء وهو في شدة من أمره يسأل الله الفرج للجميع بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المبطر إذا دعاه 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 اللهم اكشف ما بنا من ظر وسوء وبلاء يا الله اللهم شافي مرضانا بشفائك وداوهم بدوائك لا سيما المنظورين والمخصوصين ومن كان لهم هذا الدعاء ومن كان في مجلسنا مريض أو لديه مريض يا الله إلى رواح المؤمنين والمؤمنات والحاضرين والمؤسسين وعلماء الدين ومراجع المسلمين وخدام المولى أبي عبد الله الحسين رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات وخدام المسلمين والمسلمين 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 والمس